بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معنى شابتر 9 Stresses in screwed joints والنوع اللي بعد كده من الإجهاد اللي هو Sheer stress across the threads إجهاد بيحصل على جذور الأسنان ده بيحصل إمتى؟ تعالنا تخيل مثلا في الشكل قدامنا ده كده لو أنا عندي الصمولة هنا من مادة ductile وعليها stresses عالية قوي فبيحصل إنه Sheer هنا قص على جذور الأسنان يعني شوف الأسنان كلها حصل لها قص اتقصت تماما وطلعت برى الصمولة نفس الكلام يحصل مع المصمار في حالة إنه المعدن بتاعه يكون هو الأضعف ده طبعا بيحصل مع الأسنان الأضعف سواء كان فيه Not أو فيه بالت في الصمولة أو في المصمار طيب النوع ده بيحصل إزاي؟ أولا ده Direct Sheer Direct Sheer بيحصل على جذور الأسنان لو افترضنا مثلا إن عندنا السنة بالشكل ده كده وفي الاتجاه المقابل هنا بالشكل ده هنقول إنه بيحصل هنا على جذور الأسنان الجذور ده بس circumferentially أو محيطيا يبقى كما لو كان بيحصل على الأرية دي محيطيا طيب لو افترضنا إن عرض السنة هنا رمزنا له بالرمز P وحبينا إنه نحن نشوف القص على الجزء ده أو على المساحة السطحية دي هي مساحة سطحية الاستوانة الارية بتاعة الاستوانة بتساوي محيط الاستوانة هلاحظ هنا إن ده الدي كور ده القطر عند الجذر يبقى الارية بتاعتي هتساوي المحيط في الارتفاع المحيط هنا اللي هو البي في الدي كور واللي ارتفاع هنا اللي هو البي أو العرض بتاع السن يبقى دي الارية اللي متعرضة إلى الشير سترس طيب قيمة الشير سترس بتساوي طبعا ده بالنسبة لإيه لسنة واحدة فقط أما لعدد من الأسنان اللي هم في حالة engagement أو في حالة تعشيق برمز لعدد الأسنان بN حيث N number of threads in engagement الارية هنا هتساوي باي في المحيط باي دي كور ضرب الارتفاع بتاع السنة اللي هو الأول عرض بتاع السنة ضرب N اللي هو عدد الأسنان في حالة التعشيق يبقى ده كله الارية يبقى كما لو كان تاو بتساوي الفورس بي على الارية وده إجهاد القص اللي بيحدث على جذور الأسنان نكتفي بهذا القدر وأنا ستكمل في الدرس القادم إن شاء الله